أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أجرت العديد من اللقاءات والاتصالات المكثفة خلال الساعة الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حماس وإسرائيل وأضف المصدر أن مصر طلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار في القطاع مشيرا إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة هذا وأشار المصدر إلى أن مصر قامت بتحركات مكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية واستقبلت وفود حركة فتح وجهاد والجباد الشعبية لتحرير فلسطين للوصول إلى اتفاق مقترح وقف إطلاق النار يأتي ذلك في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة فضلا عن مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الحالية وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم الرد بشأن مقترح للهدنة خلال الأيام القادمة